إلى صعيده المبارك حجاج بيت الله الحرام هؤلاء الحجاج الذين يقفون اليوم على هذا الصعيد المبارك جاءوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أيها الإخوة المؤمنون هذا حج استثناء في تاريخ الشعيرة المقدسة منذ أنهوت الأفئدة إلى هذه البقاع الطاهرة هو حج استثناء لهذه الظروف التي يعيشها العالم اليوم حيث رأت حكومة المملكة العربية السعودية إقامة الشعيرة بأعداد محدودة وما ذلك إلا لأن سلامة الحجيج تمثل الهدف الأسمى لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله فسعت الدولة لاتخاذ كافة الاشتراطات الاحترازية لإقامة الشعيرة على نحو آمن لأن حفظ النفس وضمان سلامتها كما لا يخفاكم إخواني من مقاصد الشريعة بل هو من ضروراتها الخمس وهو ما أخذت به الدولة رعاها الله لحماية الحجاجي